أصحاب البصائر تقدم مواعظ رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا جميعا من النار ربي شرح لي صدري ويستبري أمري وحلق وخذة من لساني فقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما أعلمتنا إنك أنت العالم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما أعلمتنا إنك أنت العالم الحكيم إخوتي وأحبتي في الله لا يزال حديثنا يدور حول الدعاء وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن الدعاء نوع كبير وعظيم من أنواع العبادات ولا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى وهذا الدعاء يستجاب ولا شك إذا توفرت الشروط ومن بين شروط الإجابة أن يخلص لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالإخلاص هو أساس الأسوس فلابد منه في كل نوع من أنواع العبادات والدعاء له فضائل قاددة منها أنه يدافع البلاء فالدعاء البلاء يتصارعان حتى يتغلب الدعاء على البلاء ومنه أنه يقرب العبد لله تبارك وتعالى ويجعله متواضعا لله ويستحذر عظمة الله لا يمكن للمرء أن يتوجه إلى الله بالدعاء إلا إذا استشعر دعفه وفقره أمام خالقه سبحانه وتعالى فالدعاء هو سيد التواضع الدعاء سيد التواضع وقد ذكره الله تبارك وتعالى لما ذكر أوصف عبادي الرحمن فقال قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم وهو دعب الأنبياء والصالحين فكلما حزبهم الأمر أو حلت بهم المشقة يتوجهون إلى الله بالدعاء ليصرف عنهم السوء فأبوينا آدم وحواء لما وقع في الخطيئة توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء قائلان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكذلك نبيه نوح عليه السلام المستعسى عليه قومه ولم يؤمنوا به وواجهوه بالقفر والعناد والطعيان توجه إلى الله بالدعاء فقال رب إني مغلوب فانتصر وقال رب لا تذر على الرجل من الكافرين ديارة استجاب الله دعاءه وعغرق قومه وأنجاه في السفينة ومن معه من المؤمنين وكذلك نبيه إبراهيم عليه السلام لما بلغ من الكبر ما بلغ ولم ينجب توجه إلى الله بالدعاء فقال رب إني من الصالحين فبشره الله تبارك وتعالى بغلام حليم فأنجب بالرغم من كونه شيخاً كبيراً ومرأته عجوز وقد وردت هذه القصة في غير ما آية من القرآن الكريم قال تعالى قال تعالى حكاية عنه المعروف وقال تعالى حكاية عنه شأنه شأنه كشأن إبراهيم عليه السلام لم ينجب لم ينجب في شبابه إنك سميع الدعاء استجاب الله تبارك وتعالى دعاء وبشره بإحياء الذي هو سيداً وحصور ونبياً من الصالحين أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ولدت في سيرته الأشياء الكثيرة حيث توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء فنجاه من المشاق والمصائب وأذكر منها ما وقع يوم بدر الكبرى يوم أن التقى الجمعان يوم أن اندلعت المعركة بينه وبين كفار قريش أخذ يدعو الله تبارك وتعالى ويرفع يده وعينه إلى السماء اللهم مجري الحساب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب إن تقتل هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا استجاب الله دعاءه فأنزل الملائكة مردفين وحاربوا مع المؤمنين حتى انتصر صلى الله عليه وسلم عن المشركين وغير ذلك كثير من أدعيائه صلى الله عليه وسلم التي استجابها الله تبارك وتعالى وفك مشاكله وبهذا القدر الكفاية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الداعين له في الصراء والضراء وفي الشدة والرخاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين